المملكة تدعم الجهود الأممية حرصاً على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها والقضاء على الإرهاب المهدد لها والأزمة الليبية زخم في قمة تونس ومراهنة على الإرادة السياسية للفرقاء وأحاديث تتوالى عن بشائر امفراجة إيران وميليشياتها قصص وهواجس لا تنتهي فاطميون الأفغانية تثير مخاوف كابل من فوضى الأجندات الإيرانية وواشنطن الضغوط متواصلة وعقوبات جديدة في طريقها إلى إيران بعد عام من الانسحاب من الاتفاق النووي السلام عليكم ورحمة الله تتسارع التطورات الليبية بشكل كبير يواكبها حراك سياسي ليبي ودولي فقبل أيام شهدت إجراء انتخابات محلية في تسع بلديات غربي البلاد هي الأولى منذ خمس سنوات فيما أعلن خليفة حفتر قائد الجيش الليبي أن البلاد ستشهد خلال الأسبوعين المقبلين انفراج للأزمة عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي الانقسام بين مؤسسات الدولة الأمر الذي أكده الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو بوتيريش بقوله إن ثمت مؤشرات على أن قائدين ليبيا المتنافسين قد يتوصلان لأول مرة إلى حل الخلاف بشان السيطرة على الجيش ووسط هذه التطورات تلقت الأزمة الليبية دعما غير مسبوك في القمة العربية في تونس وتأييدا لمسارات الحل بما يحفظ وحدة البلاد واستقرارها وسط تفاؤل بمؤتمر غدامس الجامع ومخرجاته نناقش هذا الملف مؤشرات وملامح الدعم العربي لليبيا أهداف زيارة كتيريش إليها والتوقعات للملتقى الوطني الجامع لكن بعد هذا التقرير استنفار وتأهب في صفوف أربع قوى مسلحة يطلق عليها قوة حماية ترابلوس معلنة تشكيل قوة قيادة موحدة لقواتها الموجودة بالمنطقة الغربية للبلاد من سرط شرقا إلى رأس جدير غربا مع ترقب تحرك الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر نحو العاصمة قرار يأتي بعد يوم من إشارة الأمين العام للأمم المتحدة بالقمة العربية بتونس إلى بوادر انفراجة للأزمة الليبية نرى مؤشرات على أن التفاهم في ليبيا أمر ممكن للتغلب على الخلافات ليس من الضروري أن نحددها لأننا لسنا ليبيين بل على الليبيين أنفسهم أن يحددوا التعريف الدقيق للحل لكننا نرى مؤشرات على إمكانية التغلب على الخلاف لأول مرة وكان قد سبقه حفتر بالتأكيد على أن البلاد ستشهد هذا الشهر انفراجة عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية وفي الرابع عشر من الشهر الجاري يلتأم المؤتمر الوطني الجامع للفرقاء الليبيين في غدامس برعاية الأمم المتحدة حيث أعلن مجلس النواب في تبرق تشكيل لجنة لبحث تنثيل المجلس في هذا الملتقع كما عبر فايز سراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عن أمله في أن يتمكن المؤتمر من إنهاء حالة الانسداد السياسي بالبلاد نتطلع بتفاعل إلى إنعقاد المؤتمر الوطني الجامع آملين الوصول من قلاله إلى صيغة وفقية للخروج من الانسداد السياسي الحالي والعمل على توحيد المؤسسات مؤتمر ناشد المبعوث الأممي غسان سلام الفرقاء الليبيين بعدم تضيع هذه الفرصة لبناء دولة موحدة مدنية في ليبيا زخم على طريق حل الأزمة بعدما تسبب تدخل دول إقليمية في تعقيدها إن التدخلات من جيراننا في الإقليم وبالأخص من إيران وتركيا فقمت من تعقد الأزمات وأدت إلى استطالتها بل وسط عصائها على الحل وبعيداً عن مظاهر العنف والتدخل الخارجي جرت انتخابات محلية في تسع بلديات غربي البلاد مطلع الأسبوع وهي الأولى منذ خمس سنوات وسط مشاركة بلغت أربعين بالمئة تجربة تبشر بإمكانية إجراء انتخابات رئيسية وتشرعية بنهاية العام الجاري لكن يظل التحدي في وجود ميليشيات مسلحة تعتبرها تهديداً لنفذها ومصالحها في البلاد لبرنامج هنا الرياضة رند فتحي أهلاً بكم ينضم إلينا هنا في الستوديو الكاتب المحلل السياسي الأستاذ منيف عماش الحربي ومن القاهرة الخبير في العلاقات الدولية دكتور أحمد سيد أحمد وكذلك الكاتب المحلل السياسي الليبي سيد محمد العمامي أهلاً بكم جميعاً نبدأ معك أستاذ منيف مجلس الوزراء اليوم أكد في جلسته دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للحل في ليبيا حرصاً على سلامة أراضيها والقضاء أيضاً على الإرهاب المهدد لها كذلك قبل قمة تونس كان هناك استقبال من قبل خادم الحرماني الشريفين وولي عهده لخليفة حفتر وقمة تونس أكدت على الدعم العربي أيضاً إلى جانب دعم المملكة كيف يمكن استثمار كل هذه المواقف برأيك؟ دعنا نتكلم في البداية أن السعودية تحظى قد تكون الدولة الوحيدة التي تحظى بقبول من جميع الفرقاء الليبيين لماذا؟ أول شيء السعودية موقفها في الكيربي في 1999 وهذا في ثناء من كل الأطياف الليبية أيضاً السعودية وقفت على مسافة واحدة بعد الثورة الليبية ورغم الخلاف الكبير الذي كان مع القذافي واحترمتها كل الأطياف السياسية الليبية هذا الموقف في السعودي وقدر بشكل كبير فبالتالي السعودية كما استقبلت حفتر استقبلت السراجة نعم فالسعودية تحظى بقبول الأمر الثاني خلنا أذكر نقطة أنه بعد انتخابات 2014 والتباين اللي حدث السراج وخليفة حفتر اجتمعوا في اتفاق باريس 2017 وأبوظبي 2017 ثم اجتماع بليرمو في 2018 ثم اجتماعهم الأخير في أبوظبي 2019 ففي التوافقات وفي حضور الله السعودية استقبلت فايز السراج حكومة الوفاق الوطني عدة مرات وأيضاً استقبلت خليفة حبتر لأعطاء زخم للحل السياسي في دعم للعملية السلمية التي يقودها غسان سلامة أيضاً هذا أعطى قبل القمة زيارة خليفة حبتر أعطى أيضاً للقمة زخم كبير للحل السياسي في ليبيا دعم بالمبادرة التونسية الجزائرية المصرية أيضاً فبالتالي السعودية تحظى بقبول من جميع الأطراف وهي حريصة لأن الأمن القومي العربي لم يعد أمن أي وطن عربي الأمن للدولة الوطنية هو يمس الأمن القومي العربي أمن للجميع ويمس الأمن القومي العربي وبالتالي السعودية حريصة على استقرار ليبيا وعلى خروج الإرهابيين من ليبيا خاصة بس دعونا أشير إلى نقطة مهمة ما يحدث في ليبيا الآن من تطورات سياسية حدثت بعد المقاطعة مع الدوحة في 5 جون 2017 لو تلاحظ في بداية الثورة في ليبيا 2011 كان أردوغان لم يتخذ موقف ثم ضغط عليه من جماعة الأخوان المسلمين ومن الدوحة لاتخذ موقف بعد المقاطعة في 5 جون 2017 نجد أن الحل السياسي أقرب لليبيا تقلص للعمليات الإرهابية في ليبيا نوعا ما بدأ الوفاق السياسي بين الأقطاب المهمة فايزي السراج وخليفة حبتر قابر قابر قوسينا ودنا للحل السياسي غسان سلامة قال هناك حوالي عشر دول تتدخل سلبا في ليبيا سيد العمامي يعني هناك انتخابات محلية جرت في تسع بلديات هي الأولى منذ خمس سنوات هذا مؤشر جيد ظهرت آثاره وقرأها المعنيون حتى خارج ليبيا أنتوني جوتيريش قال أنه هناك مؤشرات على أن قائدين ليبيا المتنافسين يقصد السراج وحفتر قد يتوصلان لأول مرة إلى حل للخلاف العالق بشأن السيطرة على الجيش ما الذي يجعل هذا التفاؤل هو السائد على الجو عالميا حتى دوليا بشأن ليبيا برأيك مساء الخير يا سيدي كريم ومساء الخير لسادة المشاهدين داني أقول لك أنه بالدرجة الأولى أنه لم يعد هناك حلا إلا التوافق فالآن لم تعد المشكلة ليبيا فقط أو ليبيا بين طرفين ولكنها باتت هذه الأزمة أزمة ليبيا أزمة بدول الجوار وأزمة دول العالم جميعا ولا بد من حل وإنها هذه الأزمة والأزمة في الواقع محلولة بطريقة وأخرى هناك حكومة ولكن هذه الحكومة لن تستطيع أن تقوم بمهامها إلا بجيش موحد هناك جيش موحد إلى حد كبير بسط سيادته وسلطته على كثير مناطق وطهر البلاد من الكثير من الطرف إذن التوافق وارد ولكن هناك من لا يريد هذا التوافق أعتقد أن فكرة هذا المجتمع الجامع الذي سيعقد في غدامس مثل ما رأيتها ومثل ما يراها كثيرون هي التي ستبين للناس أجمع وللعالم من هم الذين يريدون التوافق والذين سيحاولون عرقلة هذا المؤتمر الذي لا نأمن من وراه حلا سريعا ولكن على الأقل نعرف من مع التوافق ومن لا يريد التوافق إن من لا يريد التوافق هو الذي يقف حجرة عثرة أمام التوافق المعطيات تقول أنك توافق الأمور أصبحت الآن تحت المجهر وأعتقد أنه سيصلون إلى تواقف وستقام حكومة بجيش يحميها وليس مجموعة من الميليشيات طيب دكتور أحمد سيد أحمد كما ذكر ضيفي من القاهرة السيد العمامي بأن الأزمة الليبية هي أزمة دول جوار ومنها مصر فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني قال بأن الوقت حان لإيجاد توافق عربي تجاه الأزمة الليبية وتنفيذ مقررات جامعة الدول العربية وإيقاف أي تدخل سلبي هذا الزخم الذي حصلت عليه القضية الليبية في الجامعة العربية قبل أيام كيف يمكن استثماره لتعزيز الوضع لدينا انتخابات جارت حوالي 40% شاركوا فيها وإن كانت انتخابات بلدية لكن كل هذه الأمور مشجعة ليس كذلك؟ بداية انتحاتي لك أستاذ مفرح هو لديوفك الكرام بالطبع الأزمة الليبية هناك قناعة لدى معظم الأطراف على أن فشل الحلول العسكرية أنه لابد من التوافق على حل سياسي أنه لابد من احتساس اختراق حقيقي في التقدم للأمام وربما مؤشرتها في المؤتمر الوطني الجامع الذي يعقد في غدامز بعد أيام قليلة وهناك أيضا انتخابات المحلية التي تعبر عن رغبة الشعب الليبي في إجراء انتخابات والرغبة في الحلول السياسية بعد أن ضجر من هذا الانقسام وهذه الميليشيات وهذا الصراع يجب أن تدل أكثر من ما يقارب العشر سنوات لكن الأمر الجديد أيضا هو الزخم العربي حقيقة والذي تمثل فيه استقبال المملكة العربية السعودية للمشير خليفة حفطر في إطار رؤية المملكة وهنا النقطة المهمة أن المملكة العربية السعودية دائما كثقة سياسية تحظى بالتقدير والاحترام من كافة أطلاف الشعب الليبي وكل الفرقاء وكل الأطراف لأن المملكة على خلاف كل الأدوار الأخرى التي تدخلت في ليبيا خارجية أو إقليمية المملكة دائما تنحاز إلى المصطحة الليبية إلى الشعب الليبي إلى الدولة الليبية المملكة تنحاز إلى دعم ليبيا في مواجهة الإرهاب في دعم الدولة الوطنية والمؤسسات وأن يكون ليبيا جيش قوي قادر على السيطرة وإنهاء المعاناة الليبية ولذلك دائما الفلسفة السعودية تقوم على المصارات بمعنى المصار التنموي من خلال الشركات إقامة المشروعات مع الدول العربية في إشاعة التنمية وإشاعة تحسين مستوى الشعب العربية ثم هناك المصار الآخر وهو المساعدة في إطفاء الأزمات العربية التسوية السياسية تفعيل الدور العربي الخالص في هذه الأزمات لأن هناك أدوار غير عربية وأدوار مختلفة ساهمت في تزايد الاستقطاب داخل الأزمة الليبية وغيرها من الأزمات التي تشهدها العالم العربي ولذلك هنا اجتماع الربعية على هامش الجماعة الكمة العربية بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والجمال العربية يمثل أيضا دعما دوليا زخما دوليا المبادرة السلسية المصرية الجزائرية التونسية تمثل أيضا دعما كل هذا بيعني أن هناك الآن توافق على إحداث لكن يظل القضية وكل هذا التقدم مرهوم بأمرين الأمر الأول هو رغبة حقيقية من جالب الأطراف الليبية في تجاوز هذه المرحلة والاختراك للأمام والتقدم للأمام الأمر الثاني هو إنهاء حكم الميليشيات بمعنى تلمز تمرت الميليشيات العسكرية وتعدد الأسلحة في الدولة فبالتالي من الصعوبة الحديث عن اختراك حقيقي أو توظيف كل هذا السخم المحيط به القضية الليبية إذن بين الدعم والتوافق على أهمية الإرادة السياسية ومحاربة التدخلات الإقليمية تلقت الأزمة الليبية دعما غير مسبوق في القمة العربية كما قال الضيوف هنا نتابع في المناطق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أصد مني فأنت تحدثت عن تركيا وعن قطر لكن هناك تدخلات أخرى خارجية في الملف الليبي هناك دول لها مصالح استراتيجية فرنسا وإيطاليا الصراع بينهما هناك إلى الجانب الآخر مستفيدون في الداخل الليبي من إطالة أمد النزاع والحرب وقد وصفهم غسان سلامة واتهم العديد من الطبقة السياسية بالفساد ونهب أموال الليبيين بالتالي كل هذه الأمور هل اقتنع الليبيون أنه لا حل عسكريا للأزمة وأن الحل يجب أن يكون سياسيا الآن ما في شك أنه حتى الخلاف بين باريس وروما أعتقد اجتماع بليرمو نوعا ما نوعا ما أحدى الأجواب بينهم باعتبار أنه الإيطاليين لهم نفوذ تاريخي في ليبيا الفرنسيين يردون لعب الدور الأكبر لكن لما نركز على الدوحة وعلى أنقرة لأنه الإمداد بالسلاح تعرف قضية السفينة التركية التي تم القبض عليها في البحار هذه واحدة أيضا دعم الدوحة للعديد من الميليشيات الثوار درنا ثوار بنغازي المجلس العسكري في طرابلوس لعبة دور الدعم الحقيقي لتحقق للميليشيات أحمد المسماري اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش اللي بيتحدث عن أدلة على الدعم الكبير اللي تقدمه أنقرة والدوحة للميليشيات هنا الخطورة نعم الصراع بين إيطاليا وفرنسا هو الصراع السياسي والحصول على مكتسبات من حيث النفط لكن اللي حدث من الدوحة وأنقرة أنه دعم ميليشيات ما في جهك الآن في تراجع كبير لهذا الدعم بسبب المقاطعة مع الدوحة الحل السياسي أعتقد معظم الأطراف الليبية ما عدا جزء من الأخوان المسلمين يرون أن الحل السياسي وأنه بعد هذه المسار الطويل 8 سنوات 9 سنوات لم يتحقق تعرف أنه ليبيا كانت الناتج المحلي وصل إلى 90 مليار دولار الآن 50 مليار دولار فبالتالي هناك إمكانية لعادة النمو الاقتصادي ليبيا تملك 64 مليار برميل احتياطي تستطيع الوصول لعادة الإنتاج إلى 2.5 مليون برميل فبالتالي أعتقد معظم الأطراف اقتنعت أنه الحل السياسي ولذلك ترى جوتيريس متفائل غسان سلامة متفائل الجامع العربية الأمين العام أحمد أبو الغيط متفائل أعتقد أنه الحل السياسي هو الأقرب وفي توقعات أن تكون هناك انتخابات نهاية 2019 طيب سيد العمامي ما هي أهداف زيارة كوتيريش إلى ليبيا قبيل ملتقى غدامز يعني هل يمكن أن يضغط بأي اتجاه هل يمكن أن يهيأ الأجوال لنجاح هذا الملتقى أم ماذا هو بالتأكيد مجيء شخصية متفائل في مثل هذا الوقت تحديدا لها زخم كبير ولها معنى كبير هي الرسالة الحقيقية أن ما يحدث في ليبيا من نهب ومن سرقة ومن كل هذه الأشياء لم تعد مقبولة ومعروفة وأعتقد أنه آن الأوان لحد هذه الممارسات الخاطئة والعالم كله الآن ينظر إلى ما يحدث في ليبيا وبالتأكيد سوف لن يسكت ولن يترك هؤلاء الذين يعبثون بهذا الأمر وأولئك الذين لا يريدون هذا الحل ويردون الاستمرار هذه الفوضى وبالتالي النهب والسرقة وما إلى ذلك ليس هناك من حل الآن إلا التوافق وإلا سيكونون أو سيكونون هم أعداء ليس للشعب الليبي فقط ولكن للعالم أجمع وبالتالي لن يكون لهم ملاذا إن قرروا يوما ما أن يهرب إلى أي مكان كان طبعا كان سيد العمامي دخل غسان سلام على هذا الخط بقوة هاجم طبقة سياسية معينة في ليبيا اتهمهم صراحة بالفساد قال بأنه هناك مليونير جديد كل يوم في ليبيا كان هناك غضب ومطالبات بالتحقيق والرد على غسان سلام فرد عليهم وذكرهم بأنه هذه الطبقة السياسية الغنية المترفة لم ينفق ولا مليما واحدا على إعادة تأهيئة المدارس ولا عشرات المستشفيات المترهلة بالتالي هؤلاء هم يستفيدون من إطالة أمد الأزمة كيف يمكن تحييد دورهم مثل ما قلت لك عندما عندما يصدر اتهام من رجل أممي مثل سيد غسان سلامة ذلك يعني أنه يعلم من هم هؤلاء المفسدون وأنهم أصبحوا مكشفون للعالم كله نهيكا أنهم مكشفون لمعظم الليبيين سنرى الكثير من هروب مثل هذه الشخصيات أو اختفائها أو تغيير جلدها أو ظهورها بمظهر الذي يريد التوافق ويريد لليبي أن تعود كما كانت هذا أمر وارد ولكن صدقني أعتقد أن هذه المرة هي النهائية وعلى الشعب الليبي أيضا أن يعي جيدا أن هذه فرصته وإلا سينتهي ما لم يقف وقبة واحدة مع الدول الجوار ومع الأمم المتحدة لإنهاء هذه الأزمة وإشتاثها من جذورها دكتور أحمد سيد هل تتفق مع سيد العمامي بأن هذه الفرصة الأخيرة ربما أمام الليبيين عليهم انتهازها خاصة وأن هناك تسمية صريحة للأشياء بمسمياتها الحقيقية كما كان غسان سلامة في هذه التصريحات وكان سابقا يتحدث بشكل دبلوماسي أكبر يعني إذن نعتبرها الفرصة الأخيرة فعلى أقل هي فرصة سمينة يجب اقتناصها واختنامها ولن تتكرر مثل هذه الفرصة الأمر المهم أن المؤتمر الوطني الجامع في غدامس ربما سيكون أحد في أهميته أنه سيكشف حقيقة من مع التوافق من مع الشعب الليبي من مع الحل السياسي وتقدم تنازلات ومن يعترض هذا الحل لأنه أنت كما أشارت وكما أشارت ضيوف أن هناك مستفيدون من استمرار هذا الوضع هناك أفراد يعني الفساد واقتنوا من استمرار هذه حالة الاستقطاب وحالة اللاحل في الأزمة الليبية هناك أطراف خارجية أيضا مستفيدة كل هذا بيعقل في النهاية كانت ضحية هو الشعب الليبي الذي لدي إصرار على أن يتجاوز هذه المرحلة الانتقالية ولذلك هنا هذا الزخم الدولي والعربي وهذه التوجه والعوامل الضغطة باتجاه الحل السياسي ستكون كاشفة للنخبة السياسية الليبية وإذا هنا هنا إذا اقتنست هذه النخبة هذا الأمر والتوصل ربما يكون اختبارا لها أما إذا استمرت الأوضاع واستمرت العوامل المعوقة للحل سواء من الداخل أو من أطراف خارجية هنا ستظل الأزمة بتدعيتها السلبية سواء عربيا أو على الأمن القوم العربي أو أن الليبي ستظل لحالة اللا دولة وحالة أنها تكون حاضنة أو استهدف حاضنة من جانب بعض التنظيمات لأن هناك تنافس وهناك فعالين كثيرين لكن تظل الأزمة الليبية في جوهرها مرتبطة في كيفية بناء الدولة الليبية لأن فكرة الكينات الموازية وتعدد الفعالين في ظل غياب دولة قوية كل هذا بيعقبنا الأمور وكما حدث فيه بعض الدولة العرباء الأخرى هناك كينات موازية تستفيد وتمثل تحديا للدولة الوطنية ولذلك هذا المؤتمر وهذا الضغط الدولي وزيارة جوترش والدور العربي هو يتاجه في اتجاه الحل السياسي الذي يقوم على مرجعيات واضحة على رؤية واضحة وخريطة الطريق يتمثل في دولة وحدة سلطة وحدة أسلحة في يد واحد ومواجهة كل من يتعدى من يعترض الحل السياسي أو من يستفيد من هذا الوضع في الفساد السياسي إذن هذه الفرصة الأخيرة ربما كما قال الضيفان هل تتفق معهما وأليست هناك مؤشرات يعني الانتخابات البلدية التي تحدثنا عنها كأن لم تسجل أي خروقات أمنية كانت سارت بسلاسة وبعضهم اعتبرها إشارة قوية بالتزام الليبيين ورغبتهم في عملية انتخابية كما ذكرت الخطورة لو تحولت ليبي إلى دولة فاشلة ستمس مباشرة مصر وتونس والجزائر ومثل من الأمن القوم الأمري هذه الدول الآن داخل بقوة بمبادرة تونس الثلاثية للحل السياسي لن تسمح هذه الدول الثلاثة بدعم من السعودية للأمن القوم العربي لن يسمح بأن تتحول ليبيا إلى دولة فاشلة هذا قرار لكن تونس بدأت التعافي الجزائر اليوم قبل قليل استقال الرئيس بوتفليقة وضعها وإن كان الجيش يسيطر على كثير من الأمور ليبيا هذا هو الوضع هناك المنطقة فيها بعض المشكلات حتى لذلك لن يسمح إلا بالحل السياسي كل الأطراف جربت السلاح وجربت الحل العسكري ولم تستطع أعتقد الآن الفرصة مواتية لدينا حكومة بقيادة فايس السراج ولدينا جيش بقيادة خليفة حفتة وتوحيد المؤسسات لذلك أنا أعتقد أن الجميع بدأ يقبل بالحل السياسي ويعرف أنه ما لا نهاية أما المنتفعين فهم فئة قليلة بالأخير سيخرجون من المشهد لكن الحل السياسي لم يعد خيار هو أصبح ضرورة حتمية ليس لليبيا فقط وأنما أيضا لمصر وليتونس والجزائر طيب سيد العمامي يعني من سيدير هذا الحوار الجامع في غدامس هل نتوقع دورا للأمم المتحدة هل يكفي الموجودين الآن في ليبيا أم أن الأمور ستسير يعني بشكل مختلف هناك انتخابات رأاها البعض مؤشر طيب وجيد لأنه لم تحصل فيها أي خرقات أمنية المجتمع الجامع في رأي أنا مهمته بالدرجة الأولى أن يكشف الذين لا يريدون نجاحا لهذا المؤتمر بمعنى أن كل من يعارض كل من يأتي بأي أي حل كان أو فرق أو أي شيء من شأنه أن يفشل هذا المؤتمر هو الذي لا يرد الخير لليبيا طيب هذا واضح لكن كيف سيكون التعامل معه ومن سيتعامل معه أساسا والجيش والحكومة لم تتحد حتى الآن بالدرجة الأولى الذي يتعامل معه الآن هم أصباء أصحاب المصلحة الحقيقية في أمن ليبيا وأنا أقول لك الدول الجوار والعالم كله يحتاج إلى أمن ليبيا لأسباب يطول الشرح ونعرفوها جميعا وبالتالي سوف سوف بالتأكيد هؤلاء الذين أفسدوا والذين يريدوا الوضع أن يستمر أن يختبوا ولن ينكشفوا ولن يعارضوا هذا المؤتمر ومهمة المؤتمر هو تحديد معادة انتخابات ليس أكثر من ذلك الانتخابات سواء كان على الكيان التشريعي أو التنفيذي وهذا كله أمر وارد طيب واضح المطلوب الآن وكل ما يحدث هو وضع أولئك الذين يردد الإفساد في الواجهة وبالتالي سوف يبعدون دكتور أحمد سيد باختصار هل يجب أن يكون هناك إشراف خارجي على هذا الملتقى الجامع الليبي يعني بداية انعقاد المؤتمر في حد ذاته يمسل خطوة إيجابية يعني مهمة صحيح سنقع عقبات المهم والإنجاز المتوقع والأكبر من هذا المؤتمر هو توافق حول خارج الطريق ليبيا وتقرير مستقبل ليبيا من خلال الليبيين أنفسهم ربما يكون هناك أطراف دولية هي ضامنة أو شاهدة أو ضغطة على الأطراف المعاوقة لكن على الأقل هناك أنبغة تكون رغبة حقيقية من جانب الليبيين لأنه بدون اتفاق الليبيين على الخطوات الطريق لن تنجح أي ضغوط خارجية أو حلول تفرض من الخارج الحال كما كنا وحل ليبي وبأيد الليبيين ولذلك أهمية هذا المؤتمر أن يكون هناك التوافق على الأقل في الفترة المقبلة أن يكشف من مع المصالحة ومن مع ليبيا ومن مع مستقبل ليبيا والاستقرار في ليبيا ومن يعوق الاستقرار في هذا البلد أنت تتفق في هذا في هذه النقطة مع السيد العمامي تعليق أخير باختصار الأرضية التي تحققت سابقا في الحل السياسي هي التفاق الصخيرات وبالتالي بالإمكان البناء عليه وهذا يؤكد أنه بالإمكان خلق توافقات بين الأطافة السياسية في ليبيا إذن نبقى معي سيد منيف عماش الحربي وأيضا دكتور أحمد سيد أحمد من القاهرة وأشكر ضيفي من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الليبي السيد محمد العمامي شكرا جزيلا لك نتابع فيه هنا الرياض لكن بعد قليل المملكة تدعو المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته تجاه مواجهة السياسات العدوانية للنظام الإيراني وأفغانستان تتوجس من ميليشيات عائدة من سوريا وأجداتها الفوضى مع تشديد الخناق على إيران وميليشياتها في سوريا أعادت الألاف من المقاتلين إلى العراق وباكستان وأفغانستان القوة الأكبر التي استقدمتها طهران كانت لواء فاطميون وهو مشكل من مقاتلين أفغان وفيما أشهد خامني بميليشيات فاطميون ردت عليه الحكومة الأفغانية بأن استغلال إيران للفقر والحرمان لدى المهاجرين الأفغان كان لصالح مأربها الطائفية وأهدافها التوسعية فما هو أثر عودة أكثر من عشرة ألاف مقاتل إلى أفغانستان وهل يمكن أن تستخدمهم طهران لصالح أجنداتها مستقبلا؟ ومتى تتوقف عن استغلال الفقراء حول العالم وجعلهم وقوداً لحروبها التوسعية في دليل جديد على أن إيران هي الدولة الأولى الراعية والممولة للإرهاب في العالم استقبل المرشد الإيراني علي خامنئي أسر وعوائل قتل أفغان من أعضاء ميليشيات فاطميون سقطوا في سوريا لإنقاذ نظام الأسد من السقوط مع الثورة الشعبية وعلى الأراضي السورية سقط نحو ألفين قتيل من تلك الميليشيات بعدما استغل الحرس الثوري الإيراني المشاكل الاقتصادية والمعاناة اليومية للاجئين الأفغان الموجودين في إيران وقام باستقطابهم في مراكز تدريب ميليشيوية وإرسال عشرات الآلاف ممن جندهم إلى حرب دموية لا ناقة لهم ولا جمل فيها خامنئ امتدح عناصر هذه الميليشيا بأنهم كانوا يتميزون في القتال على الآخرين في إشارة منه للميليشيات إيران الإرهابية في كل من لبنان واليمن وسوريا تصريحات ردت عليها الخارجية الأفغانية ببيان تؤكد فيها أن استغلال تهران للفقر والحرمان لدى المهاجرين الأفغان كان لصالح مآريبها الطائفية وأهدى فيها التوسعية وأن هذا الاستغلال لا يزال متواصلا في حين يرى مسؤول الأمن الأفغاني أن إيران لا تزال تنظم هذه العناصر لكن هذه المرة كجيش سري لنشر نفوذ تهران في البلاد وستدعائهم لنشر الفوضى وتنفيذ الأجندات الإيرانية قلق أفغاني يسند إلى تقارير تفيد بأن إيران تجهز ميليشيا فاطميون لتكون البديل عن حركة طالبان في حال توصلها لاتفاقية سلام مع الحكومة بهدف منع أي استقرار أمني في البلاد ومع عزم أمريكا إنهاء وجودها هناك بعد الثمانية عشر عاما محاولة لفتح أبواب جديدة للعبث بأمن المنطقة والعالم لا يمكن فصلها عما تتعرض له إيران من ضغوط وإنهاك اقتصادي وعزلة دولية جراء العقوبات الأمريكية علاوة على احتجاجات شعبية بعدما تأكد للإيرانيين إهدار نظام لثروات البلاد على ميليشيات إرهابية بعيدا عن أي تنمية داخلية كما هو الحال بعجز أجهزته عن مواجهة الفيضانات التي ضربت البلاد مؤخرا أو حتى إغاثة المنكوبين وإلى أن تغير تهران سلوكها العبثي في المنطقة أكد مسشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون مواصلة إدارة الرئيس دونالد ترامب سياسة الضغوط القصوى حيث تعتزم الإدارة الأمريكية فرض عقوبات إضافية تستهدف قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني تزامنا مع اقتراب مرور عاما على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني المعيب في مايو الماضي لبرنامج هنا رياض شادي أنور أهلا بكم من جديد واصل مع ضيفي هنا في الستوديو الأستاذ منيف عماشي الحربي ومن القهر الخبير في العلاقات الدولية دكتور أحمد سيد أحمد ينضم لنا من واشنطن الأكاديمي والباحث المتخصص في الشؤون الإيرانية دكتور حسن هاشميان ومعه أبدأ دكتور حسن هاشميان ما أثر عودة كل هذه الآلاف من المقاتلين المدربين والذين عادوا للتو من ميدان المعركة وعودتهم إلى أفغانستان ماذا يمكن أن ينتج عن ذلك برأيك نعم تحية لكم وتحية إلى الضيوف الكرام ومشاهدين البرنامج أنا أعتقد هذه المجموعات وهي تعد الآلاف ترجع إلى أفغانستان ولديها تداعيات وآثار جدا سلبية على أفغانستان لأن هؤلاء في هذه الفترة تم قسيل دماغهم بشكل كامل مجموعات مدلوجة الآن حتى لو ما كانت مدلوجة سابغا واصطلوا ودفعوهم بالمال والإقراءات إلى الذهاب إلى سوريا الآن أصبحت مجموعات مدلوجة تابعة لإيدولوجية الولي الفغي يعني أفغانستان لديه جميع المشاكل والآن تضاف مشكلة جديدة وهي إيدولوجية الولي الفغي في هذه البلد وأنا أعتقد أن غاسم سليماني وعلي خامني يخططون لإنشاء حزب الله الأفغاني على شاكلة حزب الله اللبناني وحزب الله السوري وحزب الله العراغي وهذه دولة في دول المنطقة من أجل مصالح النظام الولي الفغي وهناك مليارات دولار إذا صرفوا مليارات دولار على إرسال هذه الغوات لسوريا الآن مستعدين لصرف مليارات الدولارات الأخرى لإنشاء حزب الله الأفغاني ولا أعتقد أن نظام الولي الفغي كان هناك تأثر واضح وكبير لأذرع إيران في المنطقة من العقوبات الأمريكية وآخرها ما يواجه حزب الله الآن يعني هناك رواتب لم تدفع هناك مشكلات لدى الحزب والجديد أنه مسؤول أمريكي كبير بالإدارة الأمريكية أبلغ بالأمس الصحفين بأن واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة على قطاعات اقتصادية في إيران خلال شهر ربما فبالتالي كل هذه الأمور لن تؤثر مستقبلا هذه الأمور أثرت بشكل كبير وأعتقد الإدارة الأمريكية الآن تنوي تفرض عقوبات على قطاعات لم تفرض عليها في السابق وهذه حوزات جديدة في موضوع العقوبات الأمريكية وهناك نقصان كبير في الموارد المالية للنظام الإيراني ولكن نظام الملالي يعطي أولويات جدا كبيرة وغصوة إلى هذه المليشيات هو يهدف إلى بناء إمبراطورية الولي الفقه لذلك يدفع بهذه الأممال إلى هذه المليشيات وأنا واثق بأن الولي الفقه والحرط الثوري لديه خطة يعني معتمدة وكاملة لإنشاء حزب الله الأفغاني لأن من خلال هذه المجموعات المليشيوية يستطيع توسيع نفوذه في المنطقة وحسب الغراءة الموجودة في طهران ومراكزهم الدراسية من خلال هذه المليشيات يستطيعون أن وفقا إلى رؤيتهم يؤثرون على السياسة الغربية على الدول الأوروبية وإيضا على الولايات المتحدة يعني هذه النية لإنشاء حزب الله أفغاني للتأثير على سياسات سواء أفغانستان أو العالم الحكومة الأفغانية أعلنت صراحة أنه بإمكان إيران حشد هؤلاء المقاتلين إذا انقلبت الفصائل المسلحة على بعضهم البعض وإذا اختلت الأوضاع والبعض قال بأنه قد تكون بديل للطالبان في حال تصالحات مع الحكومة أفغانستان من 2001 النفوذ الإيراني بدأ يتمدد لها وتراجع النفوذ الباكستاني لو تلاحظ النفوذ الهندي والإيراني بدأ يتمدد لأفغانستان بدعم من الإدارات الأمريكية بلا شك فهذا ساعد كثيرا إيران أنه تنشي من الحزارة لواء فاطميون المشهد في أفغانستان يشابه المشهد في لبنان 82 82 تعرف كان موسي الصدر يتبع الاثنى عشرية لا يتبع نظام ولاية الفقه وحركة أمل فبالتالي صنعوا حزب الله معتمدا على نظرية ولاية الفقه هم الآن لأنه أفغانستان تعاني من عدم استقرار سياسي والمال يتكلم هنا هنا المذهبية والمال هي المزاوجة بين المذهبية والمال وحالة الفقر تعرف الهزارة من أكثر الناس فقرا في أفغانستان فهم المعادلة الآن هي تشبه بيروت في 82 بصناعة ما لا يمكن أن ينتج عنها الآن في أفغانستان هينتج كما تعمل في لبنان هينتج فصيل سياسي عسكري يشابه حزب الله والفرصة في أفغانستان أكثر خطورة لأنه في شبه فراغ سياسي في رغبة بالانسحاب الأمريكي نهائيا إلى درجة أن ترامب يتكلم عن أنه يعطي شركات للأمن في أفغانستان فبالتالي الفرصة أنه ينشى حزب الله أفغاني كبيرة جدا إلا إذا عملت الجهات الإقليمية السعودية وباكستان على علول سياسية مهمة خاصة أن نعرف أن الأطياف الأفغانية عقدت اجتماع في موسكو أيضا اجتماعات في مكة أيضا في مكة وبالتالي لازم نعرف أنه هناك خطر قادم في أفغانستان هناك رغبة حقيقية في إنشاء حزب الله الأفغاني في هذه المرحلة لأنه يجب الحل السياسي قد يكون هناك توافقات بين الطالبان ونعرف أنه حركة سنية مع الحكومة الأفغانية فبالتالي هذا الفصيل السياسي قد يلعب دور الميليشيات وحرب العصابات أيضا طيب دكتور أحمد سيد هل يمكن النظر إلى سيناريو مختلف قليلا بأنه هناك حوالي 15 ألف عادو من سوريا منهم من سيعود إلى أفغانستان هل يمكن القول بأنه إيران تريد الاستغناء عنهم عدم دفع أموال ومرتبات لهم وبالتالي تعيدهم إلى بلدانهم يعني بالطبع معروف أن إيران فيما تعلق بالأفغان تحديدا انتهكت القانون الدولي وكل العراف الدولية عندما أكبرت الأطفال حتى الأطفال من الشيعة الهزارة الذين لجوا إلى إيران ربما من الفقر واستغلتهم ودفعت بهم قهرا إلى سوريا للقتال ومات منهم الكثيرون عبر لواء فاطميون وزينبيون وبالعباز وغيرها من الفصائل التي كانت تنتمي كأداء إيرانية بالطبع ما أشار عليه اليوم حزب الله من أنه قلص مرتبات مقاتلية تأثرا بالأزمة في إيران هذا بيعكس أمرين أن هذه الأدوات وأن وطأة العقوبات الأمريكية على النظام الإيراني بدأت تؤتي أكلها خاصة مع اشتداد العقوبات ومرور أكثر مسلسة شعور على الحزمة الثانية المتعلقة به البنك المركزي وعصب النفط الآن النظام الإيراني ونظام الملالي الذي يرعى الإرهاب هو في موازق حقيقي لأنه الآن هو ما بين محاولا استثمار أدواتي في الخارج وبين الشعب الإيراني المغلوب على الأمر الذي يعاني من الفقر والأوضاع المالية الاقتصادية ولذلك تمثل حقيقة هي محاولة للهروب للأمام من خلال الحديث عن استثمار سياسي لهذه الميليشياب لكنها في الواقع بتعكس أن هذا الموازق أن أدواتي دعني أخذ تعليقنا أخيرا من دكتور هاشميان متى يمكن أن تتوقف إيران عن استغلال الفقر وتجنيد البؤساء والفقراء حول العالم لخدمة أجنداتها التوسعية برأيك أنا أعتقد هذه جزءا من وجود النظام الولي الفقرية تعرفون أن الآن في إيران هناك فيضانات في 24 محافظة وهناك تدمير كامل لبعض المدن وهناك عدم تواصل الحكومة لوصول الإمدادات وما شابه ذلك وهما يقولون مباشرة أن ليس لديهم الأممال والإمكانات الكافية لإمداد هؤلاء المصابين من موضوع الفيضانات ولكن لديهم أممال لحسن نصر الله الآن هناك شبكات قسيل أممال موجودة في العراق موجودة في لبنان حتى أخيرا يعني كشفوا عن شبكات في دبي في تركيا في مكانات أخرى كل هذه تغذي إرهاب حزب الله في لبنان ومكانات أخرى لذلك أنا أعتقد أن هذا النظام لم يتخلى على هذه الأجندة التدميرية الإرهابية هذه الأجندة هي من ضمن هيكلته ومن ضمن الرئيس الجزائري بوتفليقة استقلته التي تقدم بها للمجلس الدستوري عقب رفض الجيش لبيان الاثنين وتصعده ضد ما أطلق عليه عصابة الرئاسة والشعب في الشارع ترحيبا لكن ماذا بعد؟ نتوقف مع مسيرة الرئيس بوتفليقة ونعود لتوقعات سريعة مع ضيفينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دكتور أحمد السيد يعني هذه كانت مسيرة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة نقطة نهاية ماذا بعد ذلك؟ في اعتقادي ان هذه الخطور استمثل نقطة مهمة في اتجاه انفراج الازمة الجزائرية واستجابة لمطالب حركة الاحتجاج في اعتقادي ان السيناريو اللي ان يتاجه الى ان يكون هناك مرحلة انتقالية من خلال يكون الجيش الجزائري ضامنا لها وتعكس اجراء انتخابات جديدة وبوجوه جديدة وفي اعتقادي ان هذا بيعكس في النهاية ان هناك حرص من الاتجاه العام في الجزائر سواء من جانب المحتاجين او من بعض اطراف الازمة على الانتزام السلمية انتزاما تعبر هذه المرحلة الانتقالية الصعبة ربما وفي تاريخ الجزائر بسلاسة وانت انتقل لبر الأمان واعتقد اليوم ان هذه الاستقالة ستكون بداية في اطار خارج الطريق جديدة تقود الجزائر الى الحفاظ على الدولة الجزائرية وايضا التوافق ما بين مطالب المحتاجين والاحتجاجات وما بين الرغبة في الحفاظ على مساعدة الدولة ويكون هناك انتقال سلمي خلال المرحلة المقبلة طيب سيد منيف يبدو انه نحن في ليلة انفراج سياسي ربما في ليبيا هناك انفراج يلوح في الافق الرئيس بوتفليقة قال بانه سيستقيل والبعض توقع انه يكون اليوم او غدا ولكن هو نفذ لم تكن هناك قرارات قبل هذه الاستقالة كما اعلن سابقا بالتالي ما هي المرحلة التي ستدخل لها الجزائر الان خلنا اذكر انه ما حدث في الجزائر الان هو يشابه ما حدث في مصر في 3 جولاي 2013 ثبت انه الجيش الجزائري هو الحامي للدولة الجزائرية الدولة الوطنية مثل ما كان الجيش المصري هو الحامي فيه تشابه كبير بين الحالة المصرية والحالة الجزائرية لذلك السبب كان قايد صالح ركنا ثابتا في الحكومة الجديدة حتى التشهيد حسم خلنتكلم صراحة كون واضحين الجيش حسم الصراع اللي يحدث في الجزائر لانه احمد قايد صالح من الحراك اصدر 6 بيانات وكانت فيه مماطلة من بيان الرئاسة البارحة فاعتقد انه بيان الجيش اليوم وبعدها تمت الاستقالة الجيش حسم الصراع للحفاظ ماذا سيحدث مثل ما حدث في المرحلة الانتقالية في تسعة وتسعين وقبلها في تسعين وتسعين بعد استقالة الشاذي بن جديد فبالتالي هناك مرحلة انتقالية قد يتولاها واحد من الشخصيات الوطنية ولكن ايضا الجيش ثبت فعليا انه لا يمكن ابدا باي حال من الاحوال اغفال التاريخ السياسي للرئيس عبدالعزيز متفليقة وما قدمه للجزائر منذ العشرية السوداء لكن الشارع هو طالب بالنظام بالكامل وقال بوتفليقة وانت رايح خذ معك قيد صالح يختلف هذا الصوت لانه مطالب لحدث التأخير من بوتفليقة المطالب كانت منخفضة بعدم الترشع لولاية خامسة لكن عندما تم المماطلة وذهبوا الى جينيف رفعت الحراق سقف المطالب ولكن الجيش هو الضامن لا احد يستطيع في الجزائر هو الضامن مثل ما في مصر الجيش هل تتوقع يعني ان تخف حدة الاحتجاجات الان في الجزائر بلا شك بلا شك انه قد تكون عقل ستبقى لفترة معينة ولكن انا اعتقد انه سيبحثون عن شخصية وطنية لقيادة المرحلة الاسماء السابقة احترقت في مرحلة بوتفليقة اعتقد انه المرحلة الانتقالية والجيش ثبت انه هو الحامل للجزائر هوليال عبدالرئيسي في السياسة الجزائرية طيب دكتور احمد سيد هل يرضي هذا الشارع الجزائري وهم طلبوا برحيل النظام بالكامل هل يمكن ان تخفض الاحتجاجات ولو الى حين حتى تشكيل الحكومة وانتخابات جديدة في اعتقادي ربما تتقل لحدة الاحتجاجات لكنها لن تختفي على اقل هناك الان مطالب بتغيير كل اشخاص النظام وهذا يتوقف على من ستولى المرحلة الانتقالية هل هو من النظام القديم وبالتالي استمرار الاحتجاجات ام انك شخصيات جديدة يتوافق عليها الحرار اعتقد ان الكلمة الفصل كما قال ضيفك ستكون ليه التوافق ما بين الجيش الجزائري الان لعب دور الضامن حقيقة في هذه المرحلة الانتقالية يكون هناك دستور جديد يكون هناك خريطة الطريق جديدة وأعتقد ربما هذا الذي سيكون الحل النهائي للأزمة في الجزائر شكرا جزيلا لك دكتور أحمد سيد أحمد الخبير في العلاقات الدولية كنت معنا من القاهرة وأشكر ضيفي هنا في الستوديو الكاتب المحلل السياسي الأستاذ منيف عماش الحربي شكرا جزيلا لحضورك وشكرا منصول لكم مشاهدينا لقونة تجدد غدا في أمان الله